السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عارف إن النهاردة بادي معاكم النهاردة ببداية مختلفة لإن إحنا بديين الشهر الكريم وبديت معاكم بتحية الإسلام اللي هي السلام عليكم على غير عدت في البدء اللي أنا ببدأ فيها بالحمد لله علشان ده أول يوم في رمضان ومن أول لحظة معاكم عايز أقول لحجراتكم قد إيه إحنا محتاجين نخلي رمضان ده رمضان مختلف قبل ما أقول لكم إزاي حابب أهني حضراتكم الأول وأقول لحضراتكم كل عام وحضراتكم الخير كل عام وحضراتكم الجمال كل عام وحضراتكم الرحمة بمناسبة شهر رمضان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات وعشان رمضان السنة دي مختلف وبيدخل علينا في ظل ظروف استثنائية بلا شك ظروف استثنائية وصعبة مليانة تحديات كتيرة يمكن أبرز التحديات اللي احنا بنواجهها في رمضان هي حالة الصراع اللي بقت منتشرة في أماكن كتيرة حوالينا وكمان شعورنا احنا كمان بالخوف من بكرة حبيت نطلع من رمضان السنة دي زي ما بنعمل كل سنة إن احنا بيبقى رمضان عندنا كأنه برنامج مستقل كأنه معنى يبضل موجود معنا في حياتنا ايه المعنى اللي احنا عايزين نطلع به من رمضان السنة دي سلام احنا السنة دي عايزين نخرج بعنوان السلام خلونا نشرح لحضراتكم الفكرة احنا عارفين إن الرمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره وعدكم من النار وعشان كده وإزاي إن الحاجات دي ممكن نوصل بيها إلى السلام لأن التلاتة دولة لو غزلناهم مع بعض هيوصلونا للسلام هنعرف إزاي نقدر نوصل للسلام وإزاي هنعيش مع رمضان ونخرج من رمضان بالسلام وإزاي هندوق حلاوة السلام في رمضان عشان رمضان السنة دي رمضان السلام اشتركوا في القناة